ومعانا سيدتكم المباركة وعندي سؤال بيقول السلام عليكم ازايك يا دكتور كلمنا كتير كتير قوي عايز كلمنا كتير عن ايه بقى عن رحمة ربنا وحبه لينا يا سلهم البرنامج بتاعي كله عن حب ربنا وعن حب ربنا لينا وعن رحمته وما ده اسمه ولا تعسره ليه كلمنا عن نعيم الجنة وحياة البرزخ ونسينا اليأس اللي اتزرع في قلوبنا من قبل من قبل شيوخ الفضائيات كلمنا عن جوهر الدين الحقيقي تعبنا من الدين الظاهري والشكليات ارح ارواحنا وقلوبنا شكرا مؤقت داما الله يكرمك يعني انت حضرتك الكلام اللي انت بتقوله ده كلام الاجابة عليه هي اللي احنا نحتاج ان احنا نعيش تعال اقول لك حاجة يا سادة احنا مصريين في معتعاملنا مع الدين الحنيف انا بقول ليه احنا المصريين ما حدش يزعل ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يقول له للهجرة لكنتم رأى من الانصار اهو فيميز الانصار اهو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ففي ميزات عندنا في التداين عندنا وكأنهم حققوا مراد رسول الله اول حاجة في التداين في مصر التداين في مصر بسيط حلو اوي خليكم بسطاء اول ما تلاقي واحد بيعقد اعرف ان هو بيبتعد عن الدين حضرت النبي كان بسيط وهو ده اللي كان عايز يقول للصحابة ما انا الا ما انا الا ابن امرأة ان كانت تأكل القضي ده في قريش عايز يقول له انا بسيط بلاش الطريقة اللي انتو بتعملوها دي عشان التعقيد ده يخليك تبتعد عن جوهر الدين خليك بسيط قال له ايه اذا اردت ان ترى تجليات جمال البسط فكون بسيطا تذوق حلاوة معية من بسط لك هذا هذا البساطة في الحياة يعني انا ربيت كده يعني انا عايز احس بالبسط خليني بسيط انا كنت فاهم ان انا عشان احس ببسط الله سبحانه وتعالى انتظر قال له لا 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 ما تنتظرش خليك بسيط ترى بسط الله ترى بسط الله سبحانه وتعالى لك في الحياة يعني إيه ده؟ الساعة يعني عتيجي لما بقى إنسان بسيط والله ما رأيت مفتاح للفرج قد البساطة البساطة يفتح حياتك بالبساطة لما يديق عليك الدنيا إيه اللي حاصل؟ كن لقمة وتزوقها اشرب حاجة واستمتع برزق ربنا فيها بص الحد قريب منك وإزاي هو لسه جنبك ودوق حلاوة النظر إليه النظر لأحبابك عبادة لأنها بتورثك نعمة الحمد لله خليك بسيط إحنا بقى بسطاء تجد إن واحد فينا بيحس إن البسمة ولا الفرحة اللي بيدخالها على قلب حد ده من أعظم العبادات وهي من أعظم العبادات والله يبقى البساطة تاني حاجة إيه؟ المصريين عبادتهم عبادة فرح زي ما أنا دايما بقول الفرح خليك فرحان بربنا خليك فرح خليك فرح بالله سبحانه وتعالى أو أتصدق حد والله قاعد يقول لي الكيابة هو كان أصلا هو أعمل إيه؟ الشخص اللي هو يأس الناس و أعملهم كيابة خلالهم حياة البرزخ هي عبارة عن إيه؟ فيلم رعب أو الله فواحد جيه زي بالظبط كان واحد جيه برضو لحد من قال الله فقال له إيه؟ قال له فهو بيقول له حرم قال له ما وردش فرح الشيخ رحض قال له كسر الخاطر اللي ورد يعني يعني إن أنا أقول لك حرما تقول لي ما وردش ده أنا بادعي لك بادعي لك إحنا الاتنين إيه؟ نكون في الحرم فتقول لي ما وردش قال له يعني كسر الخاطر اللي ورد آه ده هو عبقري بقى جواب عبقري جواب عبقري بيقول له إيه؟ هو كسر الخاطر للورد يعني إذا ما كناش نفرح بربنا ما نفرحش بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحه إذا ما فرحناش بفضل ربنا ونعمة ربنا عايز مننا إيه؟ إنت عايزنا كلنا نعتقد إن إحنا يعني نسوء الظن بالله إن إحنا عنتعذب في القبور طب ومن المين اللي عيت نعم في القبور فواحد برضو من نفس الطريقة قال له يعني هو كسر الخاطر اللي ورد فبيقول له إذا كان كل المؤمنين المحبين لله هيتعذبوا في القبور أم المين اللي هيت نعم فبيقول له يعني إذا كنا كلنا هنتعذبوا ما تسبني يا أخي أظن بالله أحسن ظن بالله ويبقى عندي أمل ورجاء في الله إن أنا أكون من أهل نعيم القبور قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ديني أمار والله لو هو صادق يقول له أمرت إن أنا عندي حسن الظن بالله وأمل في الله وربنا ما يخيبش مسلم لكن هو لازم ينكد عليه وما يسيبهوش غيره وهو حاسس بزنوبه أو حاله وبكل حاجة فيحسسه إن ما فيش حاجة بينه وبالربنا الطريقة قطعة أنا بسميهم دولة قطعة الطريق اللي بيسببه أنا بسميه قاطع طريق الطريق إلى الله أنا دايماً بقوله قطعة الطريق دولة والعزب الله دولة من أهل الكبار وأشد منهم ارتكاباً للكبار الناس اللي بيقطعوا الطريق الطريق إلى الله ويكونوا صدين عن سبيل الله كمان التدين عند المصرين كمان فيه طيابة عارفين الطيابة؟ ولا نسيتوها؟ فيه كتير من الناس نسوهم الطيابة دي ما بقوش طيبين بقوا إيه؟ لازم نقف ونقول الكلام ونكون صرحاء دي مش مصرحة دي مجرحة انت إنسان جارح انت إنسان فضل انت إنسان جاف اللسان انت إنسان حد اللسان انت قلبك خشن ما فيوش لين انت مش سهل انت مش لين انت مش طيب يا فندا التدين عندنا كان تدين الطيبين فإحنا بنحب الطيابة والتدين عندنا تدين النور نشوفه منور وشه منور وقلبه منور ودي رابع حاجة خمس حاجة إن التدين من مصر تدين ابتكاري يبدعه يطلع عشونة رمضان يعملوا مسائل الكلاب يعملوا حاجات كتيرة جدا جدا يبدعه إيه اللي حاصل؟ لكن جابونا بقى التوسع بمفهوم البدع اللي هي البدع يعني كل ما لم يفعله النبي حرام طب نعمل ايه في المصحف؟ نعمل ايه في علم الفقه؟ نعمل ايه في كل ده؟ اهو ده اللي ديقوا بيه على الناس ونسوا ان البدعة لها أحكام خمسة في بدعة واجبة وفي بدعة مستحبة وفي بدعة مباحة وفي بدعة مكروهة وفي بدعة حرام كونك تخلي كل البدعة حرام انت كده بتغير أحكام الإسلام يا سادة احنا عندنا حاجات كتيرة اللي لازم نتعلمها لازم نتعلم ان الله سبحانه وتعالى المستغني عننا ما جعلنا في الحياة إلا ليفتح علينا أبواب السعادة انت كنت شوية احنا من كنا من شوية مع رمضان وربنا قال لنا ان اول ايوم في رمضان تفتح أبواب الجنة والكريم اذا وهب ما سلب أبواب الجنة مفتوحة وأبواب الكرم مفتوحة فاعبودوا الله سبحانه وتعالى واطلبوا أن نكون عبيدة فضل اللهم اجعلنا عبيدة فضل واجعلنا عبيدة حب واجعلنا عبيدة هد واجعلنا عبيدة حنان واجعلنا عبيدة سكينة واجعلنا عبيدة عطف واجعلنا عبيدة كرم فإن كل ذلك هو اللائق بك يا رب العالمين فعملنا ما يليك بجودك ومحبتك ولطفك فأنت الكريم وأنت الودود وأنت الرحيم نقسم عليك برحمتك وبحبك وبلطفك أن تملأ قلوبنا بمحبتك وأن تملأ قلوبنا بالطمأنينة إلى جنابك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين واجعلنا نسير على سير حضرة النبي المصطفى الأمين فتملأ قلوبنا برحمته وتملأ قلوبنا بجماله وتملأ قلوبنا بمودته يا كريم يا ودود يا رب العالمين